تعز ساحة الحرب الأكثر اشتعالاً في البلاد والأكثر تضرراً منذ بداية الانقلاب على الدولة شهدت ولا تزال استمرار الاعتداء عليها دون توقف منذ أيام كثفت الميليشيا هجماتها بشكل عنيف على مقر اللواء 35 مدرع غرب المدينة ومواقع في الجهات الشرقية والشمالية في محاولة لتحقيق أي تقدم لها خاصة في ظل الانهيارات المتتالية التي منيت بها خلال الأسابيع الماضية بحسب ما يصف قادة الجيش الوطني كما كثفت الميليشيا من عملياتها في مديريات حيفان والوازعية وقرى الريفية أخرى إلا أن معظم تلك العمليات كسرت من قبل المقاومة الشعبية وكالعادة كل من كسرت الميليشيا على أسوار المناطق التي تسيطر عليها المقاومة تلجأ إلى قصف الأحياء والقرى الآهلة بالسكان متسببة بسقوط ضحايا مدنيين وأضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم مع اشتداد القصف والمعارك على الأرض شن الطائرات التحالف غارات على أهداف للميليشيا في منطقة المخى واستهدف القصف الجوي مواقع للميليشيا مخلفا قتلى وجرحى بالإضافة إلى استهداف مخزن أسلحة في ذباب وعلى هذا الحال منذ 15 شهرا تبقى تعز ما بين المواجهات الميدانية والقصف العشوائي على الأحياء السكنية مستمرة في الصمود والوقوف على قدم المقاومة وساق الجيش الوطني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة